ويواصل معبر رفح البري استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ودخلت إلى الجانب الفلسطيني اليوم ست شاحنات من الوقود وعدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية فيما اصطف عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة كما استقبل ميناء رفح الجرح الفلسطينيين ومرافقهم للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية وللمزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة يطلعن عليهم من أمام معبر رفح الزميل محمود جميل مرسل التلفزيون المصري نحييكم من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي لازالت تستقبل كل الشاحنات والمساعدات الإنسانية لدخولها إلى قطاع غزة أتواجد في هذه الساحة تحديدا التي يوجد بها عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق كما تشاهدون الآن عدد كبير من هذه الشاحنات ونتحدث عن أنه على مسافة بعيدة من التي أقف فيها الآن يوجد عدد كبير من الشاحنات في نهاية هذا الطريق عدد لا محدود من هذه الشاحنات يتم تجهيزها للدخول إلى بوابة معبر رفح هذه الشاحنات يتم من خلالها تجهيز الدفعة الثانية للدخول إلى هذه البوابة بوابة معبر رفح أو هذه هي بوابة معبر رفح نتحدث عن أن هذه البوابة هي التي يتم دخول هذه الشاحنات منها نتحدث عن أنه يتم تجهيز أربعين شاحنة كدفعة ثانية بعد دخول الدفعة الأولى صباح هذا اليوم نتحدث عن أنه منذ صباح هذا اليوم دخلت مئة وتسع وثلاثين شاحنة مئة شاحنة من كرم من العوجة وتسع وثلاثين شاحنة من معبر كرم أبو سالم ويتم تجهيز أربعين شاحنة أخرى لدخولها إلى معبر كرم أبو سالم عبر هذه البوابة تحديدا التي لم تغلق يوما واحدا أمام هذه الشاحنات نتحدث عن أن هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والإنسانية بالإضافة إلى هذه البوابة نشاهد هذه البوابة الأخرى التي يخرج منها سيارات الإسعاف فهذه السيارة إحدى السيارات المتواجدة داخل بوابة معبر رفح لتستقبل كل المصابين نتحدث عن أن اليوم تحديدا وصل إلى معبر رفح تسعة عشر مصابا أحد المصابين يخرجون الآن في هذه السيارة للتوجه إلى إحدى المستشفيات التي حددتها الدولة المصرية سواء هنا في محافظة شمال سيناء أو حتى في القاهرة ومدن القناة إما ستتجه إلى مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى العريش أو بئر العبد وتتوالى أيضا سيارات الإسعاف في الخروج بعدد كبير من المصابين بالإضافة إلى أن المعبر أيضا لازال يستقبل مزدوجي الجنسية نتحدث أيضا عن أن هذه البوابة دخل منها اليوم أيضا شاحنات الوقود نتحدث عن ست شاحنات وقود أربع شاحنات للسولار وشاحنتين للغاز يوميا تدخل هذه الشاحنات مباشرة من معبر رفح اليوم ربما يكون العدد أكبر في دخول هذه الشاحنات هذا بالإضافة إلى وجود الشاحنات في مدينة العريش وأيضا في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر التي تأتي تباعا لدخولها إلى قطاع غزة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين هذا بالإضافة إلى المجهود السياسي والدبلوماسي الذي يتم من قبل الحكومة المصرية والدولة في المساعي لوقف إطلاق النار بشكل كامل داخل قطاع غزة وأيضا دخول مزيد من المساعدات التي يحتاجها أهالي غزة إذن معبر رفح وهذه الساحة مليئة بعدد كبير من الشاحنات وهذه البوابة لم تغلق يوما واحدا لدخول أكبر عدد من الشاحنات لتأكيدا على الجهود المصرية وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول كل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لأهالي قطاع غزة